الأهلي هو أول فريق في التاريخ يحقق 200 فوز في أفريقيا يعني أول فريق يحقق 200 انتصار في أفريقيا الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية يعني ومنهم 156 انتصار في دور الأبطال ومحقق فيه 10 ألقاب يعني الأهلي حدوت أفريقيا بصراحة و25 فوز مباريات في بطولة أبطال الكؤوس إلى القديمة قبل الكونفدرالية ومحقق فيه 4 ألقاب و14 فوز في الكونفدرالية لما بقت كاس الكونفدرالية وحقق فيه لقب واحد وكسب كاس السوبر الإفريقي خمس انتصارات أو 8 ألقاب في كاس السوبر الإفريقي الأهلي حدوت بصراحة في أفريقيا طبعا بلها كان ماتشا رقم 200 يكسبوا ده الأهلي في أفريقيا حاجة عظيمة جدا وبعدين دلوقتي الحاجة الجميلة برضا اللي هتتعامل في كاس العالم الأندية لو وصل للأهلي البطولة اللي جاية كاس العالم الأندية خلاص أوتوماتيك هايبقى موجود على طول مش هكلي مش تلازم بقى يعني تمام لو بعد كده بعد كده لما تكبر لما تكبر في النظام الجديد يعني طب السؤال بقى خلاص أنت بالطبع من الأهلي يوصل عنده ماتش المريخ عنده ماتش سانداونز في جنوب أفريقيا وعنده المريخ في السودان وبعدين عنده الهلال في القاهرة الأهلي بس الأهلي أي ماتشات أفريقية نادي الأهلي بيبقى على طول يعني مركز تركيز جرا عادة في دورة أبطال أفريقيا بشكل قوي جدا الأهلي بيعرف يوصل عنده حدد الخبرات عنده حدد اللعبة بس تخد بلج المجموع بتاعته برضو مسهلا سانداونز سبع نقاط الأهلي والمريخ أربع نقاط يعني لا الأهلي هيوصل هيوصل بشكل قوي هيا مني مع سانداونز هناك توقعتك الأهلي وإنت لو تبصي الماتش اللي هنا برضو إنه دا الأهلي ضيع فرص كتير جدا يعني أنت بضاقة هناك الأهلي هيكسب هناك في جنوب أفريقيا لا يا راجل هيكسب بشكل طب المريخ في السودان ما ريخد بلاك غير الماتشاته عشان الماتش دا خلا ما احنا نرجع برضو إيه الفرقة بتاعت أفريقيا دلوقتي هي برضو إيه مش بالشكل الكويس زي الزمان زي النجم الساحلة أو الدرج يعني الأهلي أفضل الأهلي أفضل هو الزمالك بشكل قوي عشان كده هم على السحب بشكل قوي ليس أيوصلوا أوصلوا إيه يعني أنا بص إحنا نبتدين نقول للوداد الوداد ليه عشان اللعبة محدش راح أوروبا الوداد هم هم الموجودين كان زمان إحنا نقول الدرج الدرجة كان رقم واحد في أفريقيا الدرجة كلها اللعبة راحت إيه راحت راببا طب لو أنا قلتلك دهت الماتشاد الأهلي مع سان داونز توقعاتك إيه هناك الأهلي إن شاء الله هيكسب بإيه زيناك الأهلي والمريخ في السودان الماتش عيبقى في السودان الأهلي إيه أيبقى في نتيجة جبال نادي الأهلي طب أهلي والهلال هنا نخلاص أول الأهلي كسب الأهلي تعادل هناك الماتش الثاني هنا آخر ماتش للأهلي هناك بس المرشاد اللي جاي النادي الأهلي أهلي حيوصل هيوصل يعني من أول يأول يا تانية طب قول مين معاه حيوصل سان داونز ولا المريخ ولا الهلال سان داونز سان داونز طب الزمالك عنده تلات ماتشات بالنسبة له ما فيهاش مقاش الزمالك لون قطتين فقط عنده الوداد هنا يوم السبت الجاي بعد كده عنده بيترو هناك في أنجولا بعد إنسجرادة هنا الأنجولي مع فريرة ماتش أهم ماتش لنادي الزمالك ماتش الوداد اللي جاي دا الزمالك هي العقبة الوحيدة لإيه النادي الزمالك بس زي ما قلت لك كده برضو نات الزمالك إحنا لو نشوف الماتش مع الزمالك في الوداد هناك الزمالك هو اللي كان يسيطر المباراة جاب جون جاب جون بشكل برضو تراجع تراجع بتاع الحاجات دو كلها الزمالك الماتش يبقى في مصر هنا الزمالك يعرف أو عارف الماتش دا مهم بالنسبة هو دا لو قد إيه بشكل قوي للمجموعة يعني هكت بداية علاقة فريرة بالجمهور أنا بقول لك الزمالك هيوصل 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 بشكل قوي جدا اللعبة اللي موجودة حاليا لعبة كبيرة جدا لعبة مميزة تنبيس الأصفر ومتفائل المنتخب هيوصل ويكسب كالسنغال الآلة هيوصل ويكسب الزمالك هيوصل ويكسب لأ أنا لسه يعني السيد محمد دلوقت إيه حيطة الزمالتلك الأندية الأفريقية دلوقت مزي الأول مايمكنش بالكوة اللي مجموعة بس هو الزمالك اللي حط نفسه في الموقف دا بس طول عمر النات الزمالك هلنبوصل للمتالي الزمالك فاكر لما فيه مش عاد فيه كونفدرالينا بسالي كسبها برضو صعد بالعافية لأ فيه برضو إيه كان ماتشات برضو أبطال أفريقيا لازم يكسب تلات ماتشاتهم ومهمة جدا وكسبهم وصح ولا مصح ووصل عشان الزمالك عنتو خبرات كويسة جدا واللعامة ومعيسة وحاسين منطار البطولة أبطال أفريقيا دي عشان كده إن شاء الله الزمالك هيوصل بشكل قوي وقال أهم توقع أن يوصل برامات زعتقد فرشوته وما فيهش نقاش يعني برامات المتصدر بتصع نقاط تلات ماتشات كسبان التلاتة ومع أهل ترابلس والصفاقسي وزعناق ما فيهش مشكلة برامات لكن المصري هو شوية تراجع مازين بستة نقاط الأول مع أن المصري كسب مازين بهنا لكن المصري كسب ماتش وتعادل ماتش وخسر ماتش فبقى في المركز التالت ومازين بالأولان وقوث دويو ده التاني والمصري التالت والقطن الكاميرون الرائع اللي هتحسم الماتشات النادي المصري الماتشات اللي في ملعبه اللي هنا اللي هنا دي لازم يكسبها بشكل قوي هلا دي تدلو إيه إن هو يخش في الترتيب بشكل قوي نوع من الماتش اللي في ملعبه هنا لازم يكسبه هل داك وليه الماتشين بره مع القطن ومع قدويو ده الماتشين اللي بتعادل ماتش وخسر ماتش وكسب هنا مازينبي هو رايح مازينبي بره وعنده ماتشين هنا الماتشين دولة هم دولة اللي لازم يكسبه بشكل قوي الماتش اللي بره ده وزاكسبهم يسعي بعشر نوات بس خلاص عشان كده اعتمدوا كله نوع ايه الماتشين اللي عنده هنا في القاهرة لازم يكسبه بشكل قوي ترجمة نانسي قنقر